طب وإحنا بنتكلم على فكرة مستوى الدوري وقديم موضوع ده بيفرق بشكل كبير جدا في منتخب مصر يعني يمكن منتخب مصر ليه متشاطة مهمة في الفترة القادمة متشاطة رسمية في تصفيات كس العالم منهم الجابون ومش متذكر الحقيقة أنجولا هلعب أنجولا يوم واحد والجابون يوم خمسة من الشهر الجاي طبعا دي متشاطة مهمة جدا طبعا دي المرحلة القابلة الأخيرة من التصفيات احنا رجعنا لنظام التصفيات السنادي اللي هو نظام تصفيات 2014 طبعا دي ذكرى سيئة جدا دينا الهزيمة من غانا في ستة اللي هو فكرة أن انت بتلعب على عشر مجموعات بيتقاهل أول عشر فرق طبعا احنا مجموعاتنا ليبيا والجابون وأنجولا سهل أن احنا نتقاهل بعد كده بيروح للمرحلة الحاسمة اللي هم عشر فرق بتقسموا بتعملهم ورع مواجهات مباشرة زهاب وعودة فطبعا انت بتصطدم في النهاية بفريق كبير جدا كد يكون الكاميرون كدفوار غانا الجزائر تونس المغرب هذه الفرقة المرشاحة أن هي تتقاهل من المجموعة دي المهم شخصية المنتخب بعد كده منتخب بصراحة إعداد الفترة اللي فاتت ما كانش في المستوى المطلوب كانش فيه معسكرات كفاية لكن اللعابة اللي موجودة احنا عندنا عناصر محترفة كبير جدا هم طبعا ده مخامس محترفين للمعسكر اللي جاي وهيعلونهم كاملة المحليين خلاص خلال الساعات يعني بس ممكن مع الفرقة الأفريقية تحديدا أستاذ حسن كان أحسن نتائج لمنتخب المصري لما كان القوام أكبر من اللعيبة اللي بتلعب محليا في الدوري وكان بيحقق يعني كلنا فاكرين اللي هو 2006 و2008 و2010 مع كابتا حسن شحاتا يعني يمكن الكاس الأمم الأفريقية حققناها ثلاث مرات كان أغلب القوام من الدوري المحلي دلوقتي فيه برضو فكرة الدوري المحلي نتكلم بس على أهلي وزمالك هما اللي بينفسه حاليا فيه فرق بعد ما كانت بتنافس السنوات اللي فاتت يعني الإسماعيلي مش موجود في الصدارة في المنافسة على الدوري بيراميتس حتى الفترة اللي كان بينفس فيها فترة ولو كانت حتى مش كبيرة بس فكرة أن فيه فرق تانية كتيرة بتطلع لعيبة تقدر أن انت تستفيد بها في المنتخب مش موجودة السنة دي هيأثر بشكل سلبي من وجهة نظرة هو حضرتك المعيام مش محلي أو محترفين لأن احنا الجيل اللي انت بتتكلم عليه اللي هو جيل كابتا حسن شحاتا وجيل تريكا وبركات دو متعب والمجموعة دي محمد شاوي الجيل الزهبي ده جيل مش هيتكرر كتير جدا لأن كان فيه تيما ما بين الفريق كان فيه كيميا ما بين اللعبين قدروا أنهما مش موضوع احتراف أو محليين قد ما هو فكرة أنهو توليفة جيدة جدا صادفها توفيق كبير جدا احنا حتى كنا رايحين كاس أمم يعني كنا بنلعب في كاس أمم أفريقيا 2006 على أرضنا احنا مش مرشحين لللقب لأن الفريق بعد كده خط ثقة قدر يحقق البطولة على أرضنا قدر يحققها من غانة قدر يحققها من أنجولا فالمنتخب المنتخب ماشي بريطنة الصعودي كبير جدا من حسن شحاتا وكان فيه فريق كان فيه عناصر مهوبة جدا والعناصر كانت موجودة كانت كلها تستحيل تحترف في أفضل دوريات العقل يعني أنت بتكلم على أتريكا وبركات آه بلعب محلي بس هما مستقاهم ياليك بالاحتراف كاننا بنشوف عندنا حمد حسن كان عندنا محمد شاوي موجودة لأ كانت تستحق الاحتراف وكان عندنا الدوري وقتها كان قوي جدا لأننا الدوري كان جمهور كان فيه منافسة لكن دلوقتي أنت بشوف الدوري بشكل مختلف في الوقت ده يعني ده مش من أحد أسباب أنه هو الفرق دي أو أن المنتخب عفوا يعني وصل للنتائج اللي هو حققها أنا شاف أن المنتخب في الفترة الأخيرة ما كانش وحش أوي يعني في 2019 لما رجعنا 2017 لما رجعنا كاس الأمم الأفريقية بعد غياب ثلاث دورات متتالية قدرنا نوصل للنهائي طبعا مع هكتر كوبر كان المنتخب كان ماشي ماشي ممكن برضو الناس ما كانتش راضي عن الأداء يعني فكرة أنه هو وصلنا للنهائي لكن الناس ما كانتش مستمتعة ما فيش الهجمات المرتدة القوية زي قبل كده أسلوب اللعب أنت ما بتسيطرش على المباراة بتطلع بفارق كاسبان جون بتحمد ربنا ويعني اللي هو احنا عايزين نعترف أن كل مدرب ولوه تكتيك ولوه تفكيره هكتر كوبر قدر يرجع المنتخب لهم أفريقيا بعد غياب كبير جدا ده كان إنجاز قدر يوصل به للمباراة النهائية ده إنجاز كان متقدم في النتيجة كان يقدر يكسب الكامل في النهائي ده برضو مستوى كويس جدا آه هو اللعب ودفاعي المصرين عامة بيحب الكرة الجميلة بيميلوا أصلا الارتجالية وفكرة اللعب العشوية مش اللعب المنظم بقوا التكتيك والدفاع وقافل الملعب لا المصرين بيحب الكرة الحلوة حتى تلاقي مثلا أهل زمالك يحبوا كرة الإسماعيل لأن الإسماعيل معروف أنه برازيل الكرة المصرية والسامبا فهم المصريين يحبوا الكرة الجمالية أكثر من الكرة المنظمة أكبر نروح